حضية المندوبية الصحية لإقليم البحيرة بزورقين مقدمين من قبل اليونسيف من أجل تسهيل مهام المندوبية حتى في الجزر النائية مناثمة التسليم ترأسها الأمين العام لإقليم البحيرة وبحضور ممثل اليونسيف تقرير أبدالله ضمن مساعدة المنظمات الأممية والتي تعمل في دعم تحسين المياه الصالحة للشرب وأكز المساحمة في ترقية الوضع الصحي بالبلاد قامت منظمة الأمم المتحدة للعموم والطفولة يونسيف بتقديم زورقين لصالح مندوبية الصحة العامة للشعون الاجتماعية بإقليم البحيرة وذلك يدقل في إطار مساعدة العاملين في القطاع الصحي أثناء حملات التطعيم كما تسحم حتين المركبتين بنقل العاملين والمرضى أثناء الحالات الحرجة وتكون وسيلة للوصول إلى القرى والجزر النائية داقل منطقة البحيرة وقد شملت المناسبة عدة كلمات من بينها مداخلة عمدة مدينة بول أحمد بكر أبد الله الذي شكر بدوره جهود منظمة اليونسيف تجاه الأطفال أثناء حملة التطعيم أما ممثل اليونسيف مكتب شادة فليب برانج بيغو قال إن حماية الأطفال ومساعدتهم يدخل في صميم برنامج المنظمة التي تسعى دوما إلى تحسين الحالة الصحية بالنسبة للأمم والطفولة العمين العام لإقليم البحيرة أثمان عدم هو الآخر ثمن على جهود شركاء البلاد وأكد بأن هذه الخطوة تدعم سياسة الحكومة التي وضعت احتماما بالغا لرعاية الأطفال مشيرا في حديثه بأن هذه المساعدة سيتم استعمالها للوجه المطلوب عقب ذلك فقد توجه ممثل مكتب شادة والوفد المرافق له إلى صحريج المياه لمدينة بول وذلك بحدف الوقوف على مدى سير عمل حز الصحريج الذي يمد سكان بول بالمياه الصالحة لشرب عقد حاكم إقليم أندي الشرق مع عمدة مدينة أمجرس ورؤساء المربعات والحارات بجانب المسؤولين الإدارين والعسكريين عقد اجتماعا بهدف وضع خطط لتطوير مدينة أمجرس أدم حسن المكايم لقاء هدفه الأول والأخر هو توحيد الرؤى وتذليل الصحاب الماثلة أمام تطور وتنمية مدينة أمجرس والمنطقة هذا هو الغرض من هذا اللقاء الذي جمع بين حاكم إقليم أندي الشرق حسن جربو وعمدة بلدية أمجرس وفريق عمله ورؤساء الحارات والمربعات حاكم إقليم أندي الشرق حسن جربو أثناء اللقاء طلب من العمدة التعاون مع رؤساء الحارات والمربعات من أجل تحقيق تعاون مثمر يضمن للمدينة تقدما حضاريا وأمني داعيا كل الجهات إلى التنسيق الدائم بغية الوصول إلى الغاية المشودة وبعد الخروج من اللقاء تحدث النائب الثاني لعمدة بلدية أمجرس جارديا ناصر عن خلاصة الاجتماع لدينا فكرة كثيرة وكل الناس دمنا لدينا فكرة كثيرة وجلسنا فوق قريم كاف مطرة وفي نهاية إن شاء الله لدينا فكرة سماء إن هذا اللقاء يعد فرصة للعمدة وفريق عمله ورؤساء المربعات والحارات لتبادل الأفكار والرؤى لتطوير المنطقة شكرا شكرا